يا أيها النبي اتق الله ولا تتعي الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يحاى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون صبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبي في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمماتكم وما جعل أدبياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأبواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أبسط من دفرا فإن لم تعلموا أباهم في إخوانكم في الدين ومغاليكم وليس عليكم جناح فيما أفطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أفسهم وأسواجه أمماتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمواجرين والمواجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبي الدين ميثاقهم ومن ذك ومن نوحي وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى من مريم وأخذنا منه ميثاقا رنيرا ليسأل السادقين عن صدقهم وأعدت للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لكرون يا متى الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءتكم من فوقكم ومن أسفل ملكم وإذ زاوت الأبصار وبلغت القلوب الحنادر وبلغت القلوب الحنادر وتظنون من الله الظنونا منالكة دليا المؤمنون وانزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضا ما وعلنا الله ورسولهم إلا غرورا وإذ قالت قرائفة منهم يا أهل يتربنا مقاولكم فارجعوا ويستحفظ فريقهم من منه النبي يقولون إن بيوتنا عورا وما هي بعورة يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سحلوا الفرنة لآتوها وما تنبثوا بنا إلا يسيرا ولقد كانوا عهدوا الغرمين قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا قل لا يفعكم الفر إن يفعتم من الموت أو القتل وإذا لا تمدعون إلا قليلا قل ما هذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يدقون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعويقين منكم والقائلين لإخوانهم أنم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعجبهم تدور أعجبهم كالذي أشع عنه من الموت فإذا جاء الخوف سلقوكم بأجسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم نحملوا فأحبط الله آمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم مبادون في الآراب يسألون عن آمن بائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوه إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسمكم حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما والمؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله رسوله وما زاده إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم ما نقضى نحمه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا ورحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الضارق من ينازيزا وأنزل الذين ضاروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم مروب وقذف في قلوبهم مروب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثت أرضهم وديارهم وأموالهم أولا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزوارك إن كنتم ترذن الحياة الدنيا وزينتها فقال لينا وابدعكم وأسلحكم سراحا جميلا وإن كنتم ترذن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا رظيما يا نساء النبي من يأتي منكم بفاحشة مبينة وعثنا بعده بعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنق منكم ولله رسوله وتعمل صالحان مبتها أجرها مرة وعطتنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لسترونك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمر الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تترجن تبرج الجاهلية الأولى وأقلنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الزكاة وأقلنا الله ورسوله إنما يريدوا قابل يذهب عن القول لجسى أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلا في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابنين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعدت الله لهم مغفرة وأجر عظيما وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضوا الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيارة من أمره ومن يعصل الله ورسوله فقد ظل ولاده مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك ذلك واتق الله وتخطي في نفسك والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيدهم منها وطرا زوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرجوا في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرا وكان أمر الله مفهولا ما كان على النبي من حرجه فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله أسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا وانكروا الله ذكرانا كثيرا وسفحوه بخرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدهم مبشرا ونذيرا ودعيا إلى الله بإذنه وسعجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم إلى الله فضلا كبيرا ولا تطعي الكافرين والمنافقين ودع أذىهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسرون من قبل أن تمسرون فما لكم عليهمن من عدة تعتدونها فمتعهن وسلحهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أعلنا لك أسواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي آجرنا معك وامرأتا مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصا لك من دون المؤمنين ودعا للنا ما قرون عليهم في أسواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترضي ما تشاءون وتطوي إليك ما تشاء ومن ابتويت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدل أن تقضى عينهن ولا يحزن ويروين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحيلك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أسواج ولو أعجبك حسنهم ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء وقيما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ما ورينيناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا وإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتمهم متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطار لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ألو لا تؤذو رسول الله ولا تنكحوا أزعده من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تهدو شيئا لو تفهوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا تنح عليهن في أبائه ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبنائ أخواتهن ولا أبنائ أخواتهن وَلَا نِسَاءِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ عِيمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَيْدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُحْزُونَ اللَّهَ الرَّسُولَهُ لَعَلَى النَّوْضُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُحْزُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكَّسَهُ فَطَدْ يَحْتَمَلُوا الْمُهْتَانًا وَإِثْمَامًا مُبِينًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَادِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ مُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنَا جَلَابِهِمْ ذَلِكَ أَذُنَا أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُحْزَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَإِلَّا بِأَنَّتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُهُمْ وَالْمُجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُومَ لَا يُجَابِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَدِيدًا مَلْعُونِينَ أَيْنَا ثُقِفُهُ وَأُخِذُوا وَتُقْتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهُ فِي الَّذِينَ خَلَوْمٍ قَبْرُ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يسألك الناس عن الساعة قل إن ما عنها عمد الله وما يذريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعلى الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطان الله وأطان رسولا وقالوا ربنا إنا أطان سالسنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتيه المعفين من العذاب والعنو النعنى الكبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آلوا موسى قبراءه وهم مما قالوا وكان من ذا الله وديها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا سبيلا يصلح لكم آمانكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله رسوله فقد فاز خوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فهبينها يحملنها وأشفقن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله رفورا رحيما الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماوات وما يعرج فيها وهو الرحيم الوفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بنا وربي لتأتي أنكم عالم الغير لا يعجب أنهم إذ قال ذراتنا في السماوات ولا في الأرض ولا أشقر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا من الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزقنا كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين هو كوء والذين ونزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجني ينبئكم إذا مزقتم كل مبزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً به جناً بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب ولا للبعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شح نخصدهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فولا يا جبال أوي بيما هو الطير وألن له الحديد أن يعمل سابعة وقتل في السرض وعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير ولسليمان الليح قدمها شهر والراحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الدين لمن يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزر منه أن أمننا نذقه من عذاب السعيد يعلون له ما يشاء من محاريم وتمثيل ونفانين كالجواب بقدور وعسيات يعملوا آل داود شفرا وقليل من عبادي الشكور فلما طضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعة فلما فرعت بيّنت الهن ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبتوا في العذاب المهي لقد كان لسبئين في المسكنين آية جنة لعين يمين وشمال قلوا من عزب ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب وفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سينا العلم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أقل خطيه وأثنه وشيه وأثنه وشيه من سبريا قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وعلم جازئين لم تففوا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باوتنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيء سيغوا فيها ليالي وأجاما آمنين فقالوا ربنا بعيد بين أسفالنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل من مزق إن في ذلك الآيات لكل صبال وقالوا أنفسهم ولقد صدق عليهم إبنى سفاله فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سفال إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شجر وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يمكن مفقال برتهم في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شركه وما له منهم من ظهير ولا تنفروا الشفاة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير هو قل من يغتقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين قل لا تسألون عن ما أجرمنا ولا نسأل عن ما تعملون قل يجمع بيننا ربنا كم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل والله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون الله ويقولون متى هذا الوعد لكم حتم صادقين قل لكم من عديهم لا تستأخرون عدم شاعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لا يؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى بالظالمون من مرثون عيد ربهم يرجع بعضهم إلى بعضه القول يقول الذين استوعبوا للذين استكبروا لولا أنتم كنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استوعبوا أن أحرصت لكم ولينا بعد إجاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استوعبوا للذين استكبروا بل مكو الليل والنهار فأمروننا أن نكبر بالله وندعل له أن ندادا وأسروا الندامة لهم ما رأوا العذاب وجعلنا الأولى لفي أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما رسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما رسلتهم به كافرون وقالوا نحن أترى موالا وأولادا وما نحن المعذبين وإن ربي يبسط الوسط لمن يشاء ويقدر ولكن أكبر الناس لا لعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقطبكم عندنا زرفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء اعف بما عملوا لهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محمرون قل إن ربي يبسط الوسط لمن يشاء من بعده ويقدر لك وما أنفقتم من ششش فهو يخلف وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك باركم بار نفعا ولا ضرى ونقول للذين ظلموا ذوق وذاب النار التي كنتم بها تكتبون وإذا تتنى عليهم آياتنا بيناتين وقالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدق من ما كان يبدو آبائكم وقالوا ما هذا إلا إفهم مفترى وقال الذين كفروا للحفل من ما جاءهم إن هذا إلا سعر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذرب الذين من قبلهم وما بلغوا مشار وما آتيناهم فكذبوا رسلي فكذبوا رسلي فكيف كان نكيم قل إنما أعظكم بواحدا آتقون الله مثلا وقرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سأسقوا من أجل فهو لكم من أجل إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقدر بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ظلت فإنما أعيد على نفسي وإن اهتديت فمما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إن فزموا فلا فوقوا أخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبينما يشتغون كما فعل بأشياءه من قبل إنهم كانوا في ششن مريب الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائر الملائكة رسلا ألي أجنحة إما ثلاثة وربع يزيل في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لنا وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس الغرون ومتطران عليكم هل من خالق الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تفقون وإن يكذبوك فقد قذب توصلهم من قبلك وإلى الله تردو الأمور يا أيها الناس إن وعلى الله أحرم فلا تغرنكم الحياة في الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدور فاتخذوا الوادوها إنما يدروا حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأدء كبير أفمن زجن له سوء عمله فرأاه حسنا فإن الله يظل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليه الحسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسلني أحب تثير سعابها فسقناه إلى بلد مجت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السجئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أسواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمره ولا ينقص من عمره إلا في كتابه إن ذلك على الله يسيد وما يستوي البحران هذا عب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأخلون لحما طريا وتستقجون حلية تلفسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسصفر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكبرون بشرككم ولا ينبقك مثل قبيل يا أيها الناس آنتم الفقراء إلى الوراء والله هو الغني الحميد إن يشحن لكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا بازرة موزر أخرى وإن تدعو مفقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وما يتزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الغلمات ولا النور ولا الضل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كلم الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخلت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد منه وحمر مختلف ألوانها وغرى بمسود ومن الناس والدواب والألوام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى آلية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجوجهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم هورثنا الكتاب الذين استطينا من بعدنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جهنات عذن يدخلونها يحلون فيها من أساب ومن ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحسن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من الفضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا له نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجباءكم النذير فاذعوا فما للظالمين من نصير إن الله عالمه بالسماوات والأرض إن مرى وعليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدون من دون الله أرغني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينتهم من بل إن يعظوا العالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكوما من أحد من بعده إنه كان حليما وفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى العمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل يأمرون إلا سنة الأولين فلا تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا أولم يسروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليجده من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرون إلى أدل مسمى فإذا جاء أدلهم فإن الله كان بعباده بصير يا أسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيمين تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما وما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلي الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فعشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغير فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحمي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين مضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ يا أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فرززنا بثالثين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تتجرنا بكم لإن لم تنتهون لنهدمنكم وليمسنكم وليمسنكم من عذاب الدليل قالوا قائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسلسون وجاء من نقص المدينة وجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتطون وما لي لا أعبدوا الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آية القير للرحمن برد لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقلون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجهنة قال يا ليت قومي يعلمون مما وفع لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومهم من بعدهم من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة ولا العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستازعون ألم روكم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإلا كل لهم جميعا لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبادنا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة نخين وعناب وفجرنا فيها من الويون ليأكلوا من ثمره وما عملت بأيديه أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسوات كلها مما تبكت الأرض من أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق من غلمها وفإذا هم مغلمون والشمس تدريل مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقبر قدر منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القبر ولا الليل سابق منها وطل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذلكتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأش غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يرقبون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيه من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورضين وإذا قيل لهم أن ينفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين هامنوا أنقعن من لو يشاء الله أطعمه إن آية إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوضع إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تغرب نفس الشيشان ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شوشون فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام على القولات من رب الرحيم وامتازوا يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عذوب مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقدون هذه جهنم التي كنتم تعدون إصروا اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نقم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرضهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاسترقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سقناهم على مكانتهم فما استضروا مضجا ولا يمجرون ومن نعم منه نكسوا في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغل إنه إلا بكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللا لا أعلم فمنها ركبهم ومنها يقولون ولهم فيها منافر ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جمد محمرون فلا يعذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أدنا خلقناه من نطفة فإذا هو قصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي عظام وأن يرمين قل يحيينا الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عديد الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ما ران فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه توجود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر